أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تنبيها متقدما حول هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من السعودية تشمل المدينة المنورة والباحة وكان المركز قد أفاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق من بينها جازان نجران عصير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة حائل تابوك وذلك مشاهدين حتى يوم الثلاثة المقبل هنا يحذر المركز من أن تصاحب الأمطار تأثيرات تشمل جريان السيول مثلا وتساقط البرد التيارات الهابطة أيضا والأتربة المثارة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية فيما لم يستبعد المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار أيضا حتى الثلاثاء المقبل وذلك على المنطقة الوسطى والأجزاء الغربية من القصيم كما وتتعرض مناطق واسعة في دولة الإمارات منذ الأمس لأجواء مغبرة وعاصفة ترابية تسببت من خفاض كبير في الرؤية الأفقية كما حذر المركز الوطني للإرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في العديد من المناطق وهنا طالبت السلطات السائقين بتوخي الحذر على الطرقات الداخلية والخارجية وأوصى مكتب أبو ظبي للإعلام السائقين باستخدام السيارة للضرورة فقط ويذكر أن سحب الغبار والأتربة كانت قد انتشرت بشكل كبير في عدد من مدن الدولة كما بلغت الرؤية الأفقية أقل من كيلومتر واحد في كل من إمارتي أبو ظبي ودبعي اشتركوا في القناة